استقبل الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني معالي الفريق الركن عيد بن عواضل شلوي قائد القيادة العسكرية الموحدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بحضور معالي الفريق الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود الخليفة مدير أركان الحرس الوطني في رئاسة الحرس الوطني بمعسكر الاسخير وخلال اللقاء رحب سمو رئيس الحرس الوطني بمعالي قائد القيادة العسكرية الموحدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشيدا بالدور المحوري الذي تبذله القيادة العسكرية الموحدة في ترسيخ وحدة الهدف والمصير الذي يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما أشاد سمو رئيس الحرس الوطني بالكفاءة العالية التي يتسم بها منسوب القيادة العسكرية الموحدة والتي تسهم في تعزيز وتطوير التعاون والتكامل الدفاعي المشترك بما يحقق الدعم والإسناد للقدرات الدفاعية للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اشتركوا في القناة